يحاول سكان محافظة الأنبار أن ينفضوا غبار الحرب ويتناسوا دمار مناطقهم ومنازلهم وإهمان الحكومة لعمليات إعمارها لكي ينعموا بحياة طبيعية وذلك من خلال جهود فردية يقوم بها المواطنون فيما بينهم للتخفيف من واقع المأساة التي تعيشها المحافظة ملاذ اسماعيل فنان مسرحي حاول رسم الفرحة والسرور على وجوه أطفال الفلوجة بعد أن عكلت مشاهد القتل والنزوح صفاءها بتقديمه لهم عروضاً مسرحية متنقلة برغم ما يواجهه من صعوبات تعرقل عمله صعوبة جمع الأطفال في أماكن متفرقة وليس كمسرح ثابت وليس كمسرح ثابت أيضاً ممكن أن تقيم به هذه الفعاليات والأنشطة للطفولة بحيث يكون عنوان ثابت ويوم ثابت وتاريخ محدد وبهذا يأتي الأطفال من كافة نحاء المدينة خطوة الفنان ملاذ جاءت بجهود فردية خالصة إذ يؤكد أنه يتحمل جميع المصروفات والتكاليف التي يحتاجها لإنجاز عمله فيما انتقد تجاهل الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لمعاناة أطفال العراق في بعض الفعاليات أنه ما عندي هدايا لأنه الهدايا اللي أشتريها أشتريها على حساب الخاص ما يكن مسؤول فكر أو مسؤول منظمات المجتمع المدني رغم أنه الإعلام المركز على هذا العمل وموجوده يطلع بالقنوات ولكن للأسف لم يتصل أحد منهم به أمنيات ملاذ لم تقف عند هذا الحد إذ أكد نيته تشكيل فريق متكامل وكبير يقدم خدمته للأطفال مجانا مطالباً أجهات المسؤولة بتوفير الدعم للمضي قدماً بتنفيذ هذه الفكرة أسوي فريق عمل يكون من شباب أنا أدربهم على يدي وعلى موجود نطيهم أيضاً باتر عقب يعني هذا الجيل الجائم للمثقفين هو أيضاً يلتزم بهذه الرسالة ويكملها بعدنا أثنين أريد من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني أنه يكون تعاون ويشترك بيننا أما سكان المدينة فقد تقدموا بشكرهم للفنان ملاذ تثميناً لما يقوم به من جهود كبيرة لسعاد أطفالهم الذين حرموا من أبسط أنواع السعادة التي يجب أن ينعموا بها الأستاذ ملاذ اسماعين هو من زمان إنسان دائماً يسعي لهذه الشغلات ودائماً يجمع الكوادر الطيبة حتى ينمي عقل الأطفال ويخليهم في حالة جيدة ونحن نشكر كل الشكر إرادة الحر لم تستطع آلة القتل والحرب كسرها تستمر في العمل حباً بالعراق وأهله وبجهود ذاتية بعد فشل الكتل وسياسيها بتقديم الخدمات للمواطنين في العراق بسبب انشغالهم بخدمة أحزابهم وأجنداتهم الخاصة